هذه هي غرفة البي سي آر التشخيص الجزئي يعمل بداخلها طاقة منطبي متخصص في كشف العينات والحالات المصابة بفايروس كورونا الاستاذ عبدالله الاعتابي مدير مختبرات المنطقة الشرقية لو تحدثنا عن هذا المختبر والأقسام الموجودة هذا قسم تشخيص الجزئي قسم البي سي آر الذي يقوم بفحص كورونا كوفيد ناينتين نستقبل العينة ومن ثم تأتي إلى غرفة استخلاص الحمض النووي المعزولة تماما ومن هنا الثلاجات التي يتم تخزينها ما يقارب إلى خمسين ألف عينة ومن ثم تنقل إلى الجهاز هذا والجهاز هذا الذي يستخلص الحمض النووي طبعا أجرينا في هذا المختبر أكثر من 16 ألف عينة وهنا المرحلة الأخيرة التي يتم الكشف عن نتائج الإيجابية والسلبية طبعا هذا الجهاز الذي يقوم بقراءة النتائج كورونا إذا كان الكيرف الأحمر يعطي نتيجة إيجابية وإذا كان الكيرف أخضر نتيجة سلبية إذن هذا هو الجهاز الذي يكشف النتائج النهائية لمصابة فيروس كورونا أيضا لدينا 88 عين لو نلاحظ هذه النقاط الحمراء هي تدل على أن هذه العين مصابة فيروس كورونا أما النقاط الخضراء فأنها العين خالية وسليمة من فيروس كورونا لقناته العربية والحدث هاني صفيان المنطقة الشرقية